اشتركوا في القناة عنوان حلقتنا النهاردة بيتكلم على بناء الواجهات بالطوب او بالحجار ما بينقصين كده بنسميها بناء العقود عندي وجهة من المباني تمام عايز اغطي الوجهة ديت اكس الوجهة ديت تمام بالطوب او بالحجار عندي فتحة عاد يعني ايه كلمة عاد عايزين يعرف في حلقتنا النهاردة يعني ايه كلمة عاد اللي هي الفتحات اللي موجودة في المبنى عندي تمام الفتحات دي بسميها عاد يعني ايه كلمة عقد ويعني ايه الغرض منه وبيتعمل ازاي والمصلاحات اللي احنا هندرسها في العقد ده على سبيل ان انت وانت ماشي في اي مكان مش شرط ان انت هتاخدها مادة دراسية زي ما اتفقنا وما بدأنا من الاول ان هي مش مادة دراسية لا مادة ثقافية بتصقف نفسك تبقى انت ماشي في اي اماكن اسرية وما اكثرها في بلدنا تمام تبقى انت عارف الشكل دوت عبارة عن ايه وتعامل ازاي ومسمياته ايه تعال نشوف النهاردة يعني ايه كلمة عقد او تغطية الفتحات اللي موجودة عندي هعملها بالمباني او بالطوب كلمة عقد يعني اي فتحة عندي في المباني تمام ما بركب لهاش الباب او الشباك بسميها ارج زماء الزمان قديما كنا بنسميها ارج تمام حديثا بنسميها عقد العقد دوت بنشوف اشكال كتير واشكال مختلفة تمام يبقى عندي اي فتحة لباب او شباك سواء الفتحة دي تغطيتها مستقيمة او منحنية تمام يبقى انا بسميها ايه بسميها عقد يبقى لما يجي حد يسألني ويقول لي ما هي العقود هقول له هي هي اي فتحة موجودة بالمبنى يتم تغطيتها بيه سواء بالطوب او بالحجارة الفتحة دي ممكن تكون فتحة باب او شباك يبقى انا بسميها ايه عقد تعال نشوف مع بعض كده اول عنصر تكنولوجيا اعمال البناء النهاردة هنتكلم على بناء الوجهات بالطوب بناء الوجهات بالطوب هنتكلم على العقود هي عبارة عن التغطية المنحنية او المستقيمة وتتكون من تركيب خاصة يبقى انا عندي سواء العقد ده سواء عقد مستقيم او عقد منحني يعني في دورانات تمام معمول دائري باي شكل ايا كان لان احنا عندنا اشكال كتير تمام وهنقول الاشكال وطريقة تنفيذها وطريقة تصميمها على اللوحة ازاي وطريقة ربط الحجارة مع بعض بتتعمل ازاي تمام بس قبل ما نخش في الانواع نبقى احنا عارفين يعني ايه كلمة عقد يبقى هي تغطية الفتحات سواء مستقيمة او منحنية تمام بالحجارة او بالطوب ونشوف مع بعض هي عنصر معماري مقوس او مستقيم هي عنصر معماري مقوس او ايه مستقيم يعتمد على نقطتي ارتكاز يشكل عادة فتحات الايه البناء يبقى اي فتحة في البناء عندي يبقى دي بسميها ايه عقد الغرض من العقد ايه انا بعمل العقد ايه او بلجأ ان انا اعمل عقد اولا ممكن يكون عندي مثلا فتحة الارج تمام عايز افصل ما بين الصالة تمام او ريسبشن ريسبشن بتاعي والصالون او الانتريه تمام عايز اعمل مستويين في الشقة يبقى بدل ما تكون المساحة عندي كبيرة لا يا باشماندس انا بقى اروح اعمل ايه بروح فاصل ما بين المستويين دولت بشكل جمالي يبقى انا بلجأ للعقد ان انا بيديني منظر جمالي او شكل جمالي في الصالة تمام او في ريسبشن او في المكان اللي ايه اللي انا بصمم فيه الشكل ده تمام تاني حاجة الاحمل اللي هتقع عليه اللي هي وقع على على العقد اللي هي احمل ايه الاحمل اللي هتقع عليه من بلط السقف او القمرات هتتوزع اما على الابتف بتاعت العقد موغل العهد ده هيتبني عليه هيتبني على كتفين مباني او حجارة تمام او هيتبني على ايه عمودين العمودين دولة ممكن يكون من الخرصانة ممكن يكون من الرخام ممكن يكون من الخشب حسب الشكل اللي انا عامله وحسب الخامة اللي انا استخدمته يبقى تعالى نقول مع بعض يبقى الغرض منها يلجأ المعماري لاستخدام العقود لسببين وهما يبقى الغرض منها نركز مع بعض كده يلجأ المعماري لاستخدام العقود لسببين وهما اولا اعطاء هيئة معمرية جميلة المنظر اعطاء هيئة معمرية جميلة المنظر نركز مع بعض ونشوف كده هو اول نقطة يبقى لما يجيلي في الامتحان ويسألني يقول لي عرف العقود وما هي الغرض منها يبقى احنا عرفنا تعريف العقد ايه هو ما هو تمام والجزء التاني من السؤال الغرض منها ايه هو ما هو الغرض من العقد بالعقد لسببين هما اعطاء هيئة معمرية جميلة المنظر ثانيا توزيع الضغوط على الابتاف توزيع الضغوط على الايه الابتاف ونشوف الكلام دوت ونشرحه لذلك نجد تحميل الاسقف اما على عقود باكتاف او عقود باعمدة تعال نشوف الصور والسليس هيوضح لي اللي احنا بنقوله تمام تركيب تركيب العقد بيركب العقد ازاي تركيب العقد قبل ما خش على السليس ونشوف الصور بتاعتنا بقول له تركيب العقد بيتركب من مجموعة زي ما قلنا سواء من الحجارة او من الطوب تمام بتترس في مستوى واحد في مستوى واحد اما يكون مثلا عندي شكل مستقيم او ممكن يكون شكل منحني تمام عندي الاشكال منحنية كتير يبقى العقد تغطية الفتحة اللي موجودة عندي لو هي مستقيمة يبقى انا بسمي في الحالة دي نوع العقد ايه عقد مستقيم طب لو في عندي بقى منحنة في عندي منحنات كتير في عندي نص دائري تمام في عندي عقد موطور وفي عندنا عقد مخموص بانواعه مخموص مرتفع وخموص منخفض ومخموص متساوي وعندي عقد مرجوني وعندي العقد المرجوني ده بيتعامل بثلاث مراكز وبيتعامل بخمس مراكز وعندنا العقد كمان اللي هو نعل الفرس وعندنا اشكال منها اه قلنا نعل الفرس وعندنا العقد المرجوني كل دي اشكال احنا بنشوف المختلف بتاعها او اشكالها في الغالب في الاماكن الاسرية بنخش بنلاقي المسجد كده هو ما بين العمودين بتلاقي عقد العقد دوت بيبقى بالمنظر ده ومتحمل على العمود من جهة اليمين وعقد من جهة العمود من جهة الشمال يبقى في الحالة ديت في الشكل ده بنسميه عقد مخموص بس هل هو مخموص متساوي ولا مخموص مرتفع ولا مخموص منخفض وممكن تلاقي شكل مثلا في فيلا تلاقي العقد بتاع غاطس ممكن يكون شكل ايه شكل موطور او شكل مرجوني تمام الاشكال ديت اشكال كتير وعلى حسب التصميم اللي انا ايه وهيتماشى مع التصميم اللي انا منفزه ما ينفعش ان انا مثلا في صالة قاعد افراح واستخدم مثلا ايه عقد مخموص مثلا لا ممكن استخدم على حسب كمان اتساع ايه ايه اتساع الفتحة بتاعة ايه العقد بتاعي ما يجيش مثلا اني الالائي العرض الفتحة اتنين متر واروح عامل مثلا عقد مخموص لا ما ينفعش يبقى انا بوظف على حسب الفتحة فتحة المباني اللي موجودة بوظف نوع العقد اللي انا هستخدمه وفي نفس الوقت انا هستخدمه الايه هل هستخدمه في قاعد افراح ولا في دار مناسبات ولا في اماكن اسلامية او على حسب الاستخدام هوفق الايه الشكل ده تعالا نشوف مع بعض كده تركيب العقود اولا تركب العقود من قطع مترصة بعضها بجوار بعض سواء كانت هذه القطع من الحجارة او من اوليب الطوب بحيث تعطي الشكل المطلوب ويختلف هذا الشكل تبعا للهيئة المعمارية واتساع الفتحة المطلوب تغطياطية بعد كده جبتلك شكله تمام عند شباك مش شرط ان يكون الفتحة دي مفتوحة كده لا ممكن يكون الدوران اللي انا عامله عشان اغطي شباك او باب طب منظر شكل العقد ده يا بش مهندس العقد ده متحمل على ايه هل متحمل على العمدان لا يا بش مهندس انا شايف الدوران بتاع العقد ده متحمل على كدف من جهة اليمين وكدف من جهة الشمال زي ما احنا ايه زي ما احنا قلنا اما العقود تحمل على اكتاف على اكتاف من الطوب على حسب الخامة لو انا عامل العقد من الطوب يبقى الاكتاف بتاعت من الايه من الطوب لو انا عامل العقد بتاعي من الحجارة يبقى الاكتاف من الايه لا الحجارة تمام وعندي اشكال وكل طوبة لها مسمى وهنتكلم على مسمياتها ونقول دي استخدامتها ايه ونيجي نشوف مثلا شكل تاني هو شايف انا في السويس الاول لقيت العقد بيتحمل على الاكتاف هنا العقد متحمل على الايه متحمل على الاعمدة واستخدمت عملت حليات الحلية دي لها مسمى مش معمولة كدهوت وخلاص لا يا بشمانس كل حاجة معمولة تمام في الانشاءات المعمرية لها مسمى ولها سبب وممكن يكون ما لها السبب بس مدياني شكل جمالي تمام فهنشوف كل مصالح من الحاجات دي وهنتكلم عنه يبقى هنا شكل العقد بتاعي متحمل على الايه الاعمدة عبارة عن احجار كان في الاول في السليدس الاول احنا اتكلمنا وقلنا ايه طريقة التركيب ان انا برص قطع بجوار بعضها البعض قطع دي ممكن تكون من الطوب زي ما اتكلمنا في الترمي الاولاني وقلنا المدمك عبارة عن ايه قلنا المدمك عبارة عن مجموعة من الاوالب بترص بجوار بعضها البعض في مستوى افق واحد ما ينفعش ايه يبقى في مستويين واسميها مدمك اللي هو صف في الطوب ده بسميه مدمك لا هنا يا بش مانديس ممكن يكون القطع مترصة بجوار بعضها البعض متلحمة متلصقة بجوار بعضها البعض تمام ممكن تكون في مستوى افقي واحد او ممكن يكون في مستوى واحد بس دوران هل الشكل ده والاجزاء ديت اللي انا جمعتها اللي هي معمولة من الطوب او معمولة من الحجار في الاخر ادتني شكل جمالي وفي نفس الوقت ادي ايه سميتها ايه العقد اللي احنا بنتكلم عليه العقد ده متحمل على اكتف من المباني ولا متحمل على اعمدة تعال نشوف مع بعض كده استغلت هنا الدوران في السليس ده تمام اللي هو مجموعة الحجارة اللي متكون منها العقد عملت عليها وحدة زغرفية ما ايه استغلت ان انا اعمل شكل جمالي تمام ومرتبط بالمكان اللي انا وظفت في العقد ممكن يكون فيه هنا المقرنصات ديت انا عملتها في العقد الكبير عملت دي عملت في قلب الحجرة هنا وحدة زغرفية على شكل نباتي تمام يبقى حسب الشكل بتاعي وحسب التصميم اللي انا عايزه بعمل العقد اللي ايه المطلوب طيب تعال نشوف اول حاجة الاصلاحات الفنية المستعملة في ايه في العقود اول مصطلح اول مصطلح بنسميه صنق العقد طبعا احنا اتفقنا مع بعض احنا شباب شبابنا المتميز احنا بنتكلم في سنة تانية تمام الاساس بتاعنا سنة تانية وكمل بعد جهوات سنة تالتة لان هي كلها متربطة مع بعض ما ينفعش ان انت تفصل ان انت مثلا دخلت الامتحان وكتبت الكلمتين انسى المادة العلمية بتاعتي خلاص ما انجحت فيها لايه باشمون ديس اولة مرتبطة بتانية مرتبطة بتالتة تمام ممكن تلاقي اسئلة وتلاقي الرسم بتاعك في سنة تالتة متواصل معاك يعني انت حضرتك في سنة تالتة بترسم العقود فلازم انت بقى انت عارف اللي الصلاحات دي ايه تمام عشان ما تنزل الورشة او تنزل موقع العمل وتشتغل مثلا مع عمال ويسألك يبقى انت فاهم دي ايه محدش ايه محدش يوقعك تمام ويهزك ويقل من ثقتك قدام الناس لان انت لو ما عرفت الشرد يبقى انت جدوة هيه العمال اللي تحت ايدك مش ايه مية يعني كلمتك مش هتبقى مسموعة للدرجة اللي هي تمام فلازم انت بقى انت ملم بالمادة العلمية بتاعتك عشان ربنا يكرمك وتكمل وتوصل مثلا كلية تخش كلية او او تخش معه يبقى انت فاهم وملم بالايه بالاساس بتاعك اللي هو مادة التكنولوجيا اللي هو عصب التخص اول حاجة هنتكلم عنها اول مصالح اللي هو صنق العقد صنق العقد اللي ايه زي ما قلنا في الاول خالص في الترمي الاولاني وفي سنة اولى بنتكلم على المدماج برضو بنتكلم على العقود في العقود اللي هي معمولة سواء من الحجر او من من الطوب بنقول الصنق ديت عبارة عن مجموعة مجموعة او ايه القطعة او الاجزاء المكون منها العقد هي مجموعة القطعة او الاجزاء المكون منها العقد سواء القطعة ديت من الطوب يبقى طوبة جنب طوبة جنب طوبة او حجرة جنب حجرة يبقى انا بسمي الحجرة دي بسميها مجموعة ايه صنج الصنج ده يبقى كلمة صنج العقد دي مفردها ايه صنج الصنج ده يبقى دي مجموعة الصنج او مجموعة الاجزاء او مجموعة الاوالب او الاحجار المكون منها الايه العقد تعال نشوفها مع بعض كده في الصورة في السليز بتاعي جايب لك وص الرسمة بتاعتي اهي كل جزء في العقد في الدوران بتاعي لمسمى هنعرف المسميات دي ومن غير ما نحفظ يبقى انت حضرتك من غير ما تكون حافظ لا يا باشمانس هتشاور على الجزء ده وتعرف المسمى بتاعه للصلاحات الفنية اول حاجة الصنج الايه العقد الصنج العقد طبعا احنا لو انت حطيت الرسمة قدامك تمام وعرفت مكانها يبقى انت هتعرف تتكلم يبقى احنا مش حفظين احنا فاهمين تمام انا ما باعتمش على الحفظ احنا بنعتمد على الايه الفين تعال لو انا رسمتي مسلا رسمة تعال مع بعض كده ورسمت الرسمة دي مع بعض يا شباب وروحت عملت ايه الدوران ده كده اهو رسمتي كروكي الرسمة بتاعته اهي دي الرسمة مسلا اللي انا هشتغل عليها النهاردة اهو ده خط الارض بتاعي او بداية الدوران مش خط الارض بقى اللي هي ايه نهاية الاكتاف اللي مبنى عليها العقد نهاية الاكتاف اللي مبنى عليها العقد طيب هنيجي نتكلم على الصنج لو انا جيت رصيت كده هو مع بعض حجرة اللي جنبيها التانية التالتة وهكزا يبقى دي بسميها صنج بسميها صنج يبقى الصنج دي اللي هي مجموعة من القطع الحجرية او معمولة ايه لو هي مصنعة من الطوب او متجمعة متربطة من الطوب يبقى انا بسميها ايه اجزاء الاجزاء المكون منها العقد اللي هو الدوران سواء حجر او ايه او طوب يبقى انا بسميها قطعة دي قطعة دي الواحد دي بسميها صنج صنج وصنج وصنج يبقى بسميها ايه صنج مجموعة الصنج المكون منها العقد سواء العادي ده نص دوران زي ما انا عملته مسلا كروكي كده تمام او ممكن يكون عندي عقد مستقيم بالشكل ده كده اوه باقي في المحور هو نص نص الطوبة نص الطوبة نص قلب الطوب من جهة مين ونص الطوبة من جهة اليسار اهو تمام لازم من الطوبة اللي في النص دي اللي هي لها مسمى وهنقول المسمى بتاعه تبقى مقسومة في نص المحور نصها مين ونصها ايه شمال وبعد وقت اخلى الايه الاولي بالطوب بتاعتي بالشكل ده لغاية ما تقفل على الايه الحرف نفسي الكلام ده اهو يبقى بسميها لو هي معمولة عقد مستقيم العقد المستقيم ده خط مستقيم اهو من اعلى ومن اسفل ورصت اولي بالطوب اهو بالشكل ده تمام يبقى انا بسميها صنج وصنج بس مصنوع من اولي بالطوب بسميها ايه بسميها عقد مستقيم طيب تعال نشوف بقى بتاعه عشان نتكلم ونقول الكلام اللي حضرتك لو طلب منك وقال لك عرف صنق العقد هنقول له ايه شايف الشيء ايه شايف الدوران ده بتاعه تمام الدوران ده متجمع من ايه او متكون من ايه مجموعة من اولي بالطوب مترصة بجوار بعضها البعض تمام في مستوى واحد المستوى ده اللي هو دوران واحد تمام ما فيش ما فيش قالب عالي او قالب واطي الا الجزء اللي في المص ده وهنقول الجزء ده مميز ليه في عندي الشكلة هو برضو اللي احنا جبناه في الاول بنقول اللي هو ايه دورانة هو هنا في السلايس الاول كانت ما ايه كان العقد متجمع من ايه من اولي بالطوب طب هنا في السلايس التاني معمول من الحجر ومحمل على الايه الاعمدة يبقى لما يجي يقول لي عرف صنق العقد هنقول له ايه باش معندسين صنق العقد صنق اللي هي صنق وهي الاجزاء التي يتركب منها العقد سواء كانت من اولي بالطوب او الايه او الحجار رقم اتنين او المصطلح الثاني الجنزير في شبابنا يقول لك الجنزير ده اللي احنا عارفينه تمام تعال مع بعضي كده الجنزير ده شباب مش اللي هو الجنزير الحديد اللي احنا بنوربط مثلا بالعجلة بتاعتنا لا يا باش معندس الجنزير ده اللي هو عبارة عن ايه مش احنا اتفقنا مع بعض وقلنا الصنق دي صنقا وصنقا وصنقا تمام مجموعة من الصنق الجزء اللي هو مربوط مع بعضه واخد دوران لوحده كدوات يا باش معندس بسميه بسميه الجنزير بسميه بسميه الجنزير وهو عبارة عن مجموعة من الصنق مترسة بجوار بعدها البعض مترسة بجوار بعدها الايه? بعض. سواء كانت من الحجارة او ايه? او الطوب. Миبقى طالما انا رصيت مجموعة من الصنق بالشكل ده او بالشكل ده او الصنق بتاعتي معمولة من الحجارة او الصنق بتاعتي مرصوصة من الطوب. بسمي الجزء اللي انا رصيته جنب بعضه وبجوار بعضه متلاصق ومتلاحم بسميه? يبقى الجزء ده كله الجزء الدوران ده كله كده قد بسميه بسميه جنزير العقل بسميه جنزير العقل تعال نعرفه مع بعض كده اللي سلايد سهو بتاعي تمام هنقول الشكل ده مجموعة الاولب دي اللي هي وقد دوران لوحديها تمام مع بعض كده ومترصة مع بعضها سواء من الطوب سواء من الطوب او ممكن يكون من الحجارة يبقى دي بسميها ايه بسميها جنزير العقل يبقى لما يجي يقول لي عرف الجنزير هقول له مجموعة الصنق المترصة بعضها بجوار بعض مكونة لمستوى واحد سواء كان مستقيما او ايه او منحنيا زي ما احنا رسمناها على الورقة بتادي رقم تلاتة المصالح التالت مفتاح العقل مفتاح العقل زي ما حضرتك شايف في السلس كده التلات اولب اللي في النص اللي هما مميزين وشكلهم مختلف عن باقي الجنزير بسميهم ايه بسميهم مفتاح العقل مفتاح ايه مفتاح العقل ممكن في الرسمة بتاعتي لما هاجي هرسمها على الورقة دلوقتي حالا تمام ممكن الاقي مفتاح العقل ده ممكن يكون بارز جزء الاعلى ممكن يكون بارز الاعلى جزء صغير وممكن يكون ماشي مع الدوران اللي هو ماشي مع الجنزير بتاع العقل طيب في الحالة ديت هنعمل ايه باش مانسين بتاعلا مع بعدي كده يبقى هنقول له احنا ايه احنا فاهمين هروح رسم برسمة صغرنة كده وروح ايه نفس الرسمة اللي احنا رسمينها دي وقادي المحور بتاعه هو اللي هو نص ليه نص العادي من وشمال لما اجي وروح عامل الحجرة دي في النص كده بالمنزر ده كده تمام الحجرة او الصنجة اللي في النص اللي هي متوسط تتوسط العقل اللي موجودة في النص دي بسميها بسميها ايه بسميها مفتاح العقل بسميها مفتاح ايه مفتاح العقل طيب في الحالة ديت لو هي ماشى مع الدوران يبقى الجزء الجزء ده بسميه ايه يا شباب بسميه مفتاح مفتاح ايه العقل يبقى الطوبة او الحجرة او الصنجة اللي موجودة في منتصف العقل اعلى منتصف العقل بسميها مفتاح الايه مفتاح العقل طيب تعال نشوف بقى مع بعضي كده يبقى رقم تلاتة لما يجي يقولي عرف مفتاح العقل هنقوله ايه هو الصنجة المتوسطة في العقل اللي هي موجودة في ايه في منتصف العقل وتعمل اما قباقي اسكال الصنجة او بشكل مخصوص ممكن اروح جاية على الصنجة دي تمام بدل اما خليها شكلها سادة تمام لا ممكن اعمل فيها ايه شكل نباتي او مثلا زي ورقة اللوتس كدهوت يا باش مهندسين اعمل فيها وحدة نباتية وتديني شكل جمالي واربطه بالايه ببقية العقل يبقى ده اسمه مفتاح الايه مفتاح العقل تاج العقل رقم اربعة تاج العقل ما هو تاج العقل احنا قلنا مع بعض كده نيجي مع بعض كده في الرسمة دي تمام قلنا الحجرة اللي في النص دي احنا سميناها ايه مفتاح العقل طيب مفتاح العقل ده يا باش مهندس لما يجي يقولي ما هو مفتاح العقل هنقوله ايه هو الحجرة او الصنجة الذي يتوسط ايه يتوسط العقد طب لو الحجل لو مفتاح العقد ده زي ما قلنا كده في الاول لو ماشي مع الدوران بتاعي ما فيش اي شكل مميز فيه يبقى الجزء العلوي من مفتاح العقد الجزء العلوي ده بسميه بسميه تاج العقد بسميه بسميه تاج العقد طب لو انا حبيت اه اميزه واعمل له شكل جمالي ومختلف عن الايه عن الاخرين تمام او بقية الصنج بتاعتي هروح جاي يا بش مهندسين واروح لاغي ايه الدوران اللي في النص ده واروح معل الجزء ده كده يا بش مهندس تمام واروح واروح عافلة يبقى بالشكل ده كده يبقى شكلها بقى مختلف تمام يبقى في الحالة دية اصبح النتاج العقد ده اللي هو الجزء البارز عن اللي ايه الجزء البارز عن دوران العقد هو الجزء البارز عن الايه لو هي جزء لو الجزء ده بارز عن الدوران يبقى انا بسميه تاج الايه العقد طب لو الصنجة اللي في النص اللي هي مفتاح العقد ده لو ماشي مع الدوران بتاعي يبقى الجزء العلوي من الصنجة دي تمام بسميها مفتاح الايه بسميها تاج العقل بسميها تاج الايه العقل طب تعال نشوفها مع بعض كده اللي سليسة اهو تمام اللي احنا رسمينه الجزء العلوي اللي بارز عن الدوران بسميها تاج الايه طب لو هي زي ما هي مشها من الطوب كده ووق ده نفس الدوران ما فيش حاجة مميزة يبقى الجزء العلوي من الحجرة او التوبة اللي في النص في المنتصف دي أعلى جزء فيها من المفتاح من مفتاح العقد بسمي ايه بسميه تاج العقد يبقى هو الجزء لما يجي يقول لي عرفت تاج العقد هنقول ايه مع بعض كده هو الجزء العلوي لمنتصف العقد لمنتصف الايه العقد واذا لم يكن المفتاح بارزا لأعلى فتاج العقد هو الجزء العلوي له يبقى في الحالة دي اذا لم يكن المفتاح بارز لو المفتاح مش بارز لو مفتاح العقد مفيش جزء يبارس بينه يبقى في الحالة دي هنقول ايه هو الجزء العلوي من مفتاح العقل هو يعرف بالايه بتاك العقل رقم خمسة الجاران الجاران تعال مع بعض كده على الرسمة بتاعت دي وهنقول احنا اتفقنا مع بعض وقلنا الحجرة او الصنجة اللي في النص دي بسميها ايه بسميها مفتاح العقل والجزء البارس بسميها تاج العقل او الجزء العلوي من الحجرة طب الحجرة او الصنجة اللي هي موجودة على يمين المفتاح وعلى شمال المفتاح هسميهم ايه هسميهم الجاران هسميهم يا شباب هنسميهم الجاران يبقى لما يجي يسألني ويقول لي ما هم الجاران او ايه تعرف ايه عن الجاران هنقول لي الصنق المتلاصقة او القطع المكونة للعقد سواء حجر او او طوب متلاصقة بجوار او متلحمة مع مفتاح العقد هنسميهم ايه يا شباب هنسميهم الجاران يبقى الجار اللي هو على اليمين والجار اللي على الشماء الجاران المتلاصقان لمفتاح العقد يبقى في الحالة دي اهو زي ما احنا شايفين تعالوا مع بعض على السلايدز اهو ايه بقى انا عملت الشكل بتاعي مميز اهو تمام وعملت الجزء بتاعي اللي هو مفتاح العقد مفتاح الايه مفتاح العقد اهو مع بعض نركز اهو تمام مفتاح العقد والجزء اللي بارز من مفتاح العقد بنسميه بنسميه تاج العقد طيب الطوبة الطوبة المتلاصقة للمفتاح من جهة اليمين والطوبة المتلاصقة من جهة الشمال هسميهم ايه هسميهم الجاران طيب زي ما احنا شايفنا في اللي سليس هو اللي عند المفتاح في النص مفتاح العادة هو يبقى الحجرة الحجرة او الصنجة اللي هي على الشمال وعلى اليمين سواء من معمولة من الحجر او طوب يبقى انا هسميهم الايه الجارون يبقى هما الصنجتان اللي تاني على يمين ويصار مفتاح العقد مباشرة رقم ستة خسر العقد خسر الايه العقد تعالى نشوف كده مع بعض على الرسمة بتاعتي تمام خسر العقد اول حجرة هنا زي ما بدأ في النص هننزل لبداية العقد من اسفل تمام يبقى اول حجرة هنا واول حجرة هنا اول صنجة هنا واول صنجة هنا هسميهم ايه هسميهم مع بعض كده خسر العقد اللي بيبدأ من عندها بداية الدوران بتاع العقد اول حجرة في العقد سواء من اليمين او اول صنجة من اليمين ومن الشمال هسميهم ايه هسميهم خسر العقد اللي هو بيتحمل عليهم وبيبقوا شايلين الحمل بتاع العقد هي اول حجرة او اول صنجة او اول طوبة بيبدأ عندها ايه دوران العقد تعالوا نشوفها مع بعض كده يبقى خسر العقد اللي هو بداية الدوران زي ما انا شايفها هو مع بعض سيئل اول حجرة في بداية الدوران بعد الكتفه مباشرة او بعد العمود مباشرة هسميها اول حجرة دي او اول صنجة دي هسميها ايه خسر العقد هو الجزء الذي يرتكز عليه الآقد وتعرف بأول صنجة في العط رقم سبعة التنفيخ أول جزء هنبدأ بقى في حاجات جميلة هتقابني ومسميات بس المسميات ديت لما حضرتك تعرفها وتركز فيها هتلاقي مسميات للشكل بتاعي وتعالى مع بعض كده زي ما احنا شايفين مع بعض كده في عندي العقد بيكون من دوران اتنين دوران ايه دوران داخلي ودوران ايه دوران داخلي ودوران خارجي طيب الدوران الداخلي ده يا شباب اللي هو الدوران ده اللي هو احنا بنسميه السطح الداخلي او الدوران الداخلي للعقد او بطنية العقد كلها دي مسميات يعني ممكن تلاقي مثلا عامل بيسألك بيقولك هنعمل بطنية العقد او الدوران الداخلي للعقد تمام كل ده اسمه التنفيخ اسمه ايه شباب اسمه التنفيخ يبقى الدوران الداخلي للعقد بسميه لايه التنفيخ لها جاية من نفقة تمام اللي هو عبارة عن دي الدوران او السطح او بطنية لايه العقد الداخلي لايه للعقد يبقى تعالى بما نشوفها مع بعض كده اهو على السلايدس اهو يقول لي التنفيق هنقول له المنحنة نركز مع بعض هنقول ايه ايوه عايز الشباب تصحصح معي كده وهنقول التنفيق هو المنحنة الداخلي للعقد هو المنحنة الايه ممكن واحد يقول لي مسلا هو المنحنة الداخلي او نقول الدوران الداخلي للعقد او بطنية العقد تمام كل ده مصالحات وكلها صح او مسميات صح يبقى على الطبيعة لما تشوف العقد بتاعي اهو في دوران داخلي وعندي دوران خارجي يبقى الدوران الخارجي الداخلي ده بسميه التنفيق تمام او بسميه بطنية العقد يبقى هنتكلم على التنفيق ويسألني يقول لي ما هو التنفيق هروح رادد عليه وقول له هو المنحنة الداخلي للعقد او السطح السفلي لمنحنة العقد ويعرب ببطنية الايه ببطنية العقد طيب زي ما احنا سمينا الدوران الداخلي طيب يبقى الدوران الخارجي هنسمي ايه تعالى نشوف مع بعض كده في عندي مصالح اخر هسميه التتويق تعالى مع بعض على الايه على الرسم كده ونقول زي ما انا سميت الدوران الداخلي ده وسميته تنفيق تمام هقول الدوران الليه الدوران الخارجي الدوران الليه الخارجي او السطح الخارجي للعقد تمام هسمي التتويج كل دي مسميات يا استاذ هنحفظ ايه مش عايزين نحفظ مش احنا قلنا الجزء البارز الجزء البارز من الحجرة اللي في النص او الصنجة اللي في النص بسميها تاج بتوج العقد دوت يا باشموندس بحاجة اسمها ايه بقى جاية من ايه تتويج بتتوج العقد بتاعي مع التاج اللي هو موجود في النص يبقى الدوران الليه الدوران الخارجي للعقد او السطح الخارجي للعقد بسميه ايه بسميه ايوه برافو عليك التتويج تمام وممكن تلاقي مصطلح يجي يقول لي مثلا التجريد ايه هو ما هو التجريد هو هو نفس المصطلح ونفس المسمى بس تلعب معايا بالالفاظ وبدال ان ما يقول لي التتويج هنقول له ايه باشموندسين التجريد يعني ممكن يقول لي عرف التنفيخ او عرف التجريد يبقى هو هو السطح الايه السطح الخارجي للعقد تعالى نشوفه مع بعض كده يبقى على السليدس هوا تمام هنقول له ايه الدوران الخارجي للعقد او السطح الخارجي للعقد يعرف بالايه بالتتويج على الطبيعة واحنا ماشيين وراجبين مثلا ايه العربية قدوات مع بعض لما نيجي نبص على العقد يبقى الدوران حرف الليه حرف الصنق او حرف الجنزية من الخارج هسميه الايه هسميه التتويج اما الحرف الداخلي او بطنية العقد بسميها الايه التنفيخ يبقى لما نركز ونقول التتويج هنقول ايه وهو المنحنى الخارجي للعقد ويسمى بالايه بالتجريد ممكن يجي يقول لي ما هو التجريد اه هنقول هو المنحنى الخارجي للعقد ويسمى بالايه بالتتويج يعني معكوسة هي هي المصالح رقم تسعة السمبوسكا ايه هي السمبوسكا تعال مع بعض كده مسمى جميل تمام ونشوفه احنا رسمينه مع بعض وتعمدت ان انا بدل المرسم عقد واحد لا ده انا رسمت عقد كامل نص دورانه هو تمام واخدت جزء جهة اليمين وعملت جزء ناحية الشمال الجزء ده تقابل العقدين مع بعض تقابل الجزءين مع بعض اهو الشكل اللي هو شبه مسلسي ده بسميه سمبوسكا بسميه يا شباب بسميه سمبوسكا اهو الشكل اللي هو شبه ايه شبه مسلسي اهوborg يعني على شكل ايه شبه نوع مسلس تمام تلت اضلاع بس في جزء اللي هو ايه بدل ما هو اضلاع مستقيمة لا جاي على ايه انحناءات تمام يبقى الجزء عند تقابل عقدين بجوار بعض متلسقين بجوار بعض الشكل اللي هو شبه المسلس ده بسميه بسميه سامبوسكا طب تعالى نشوفها على الرسم وعلى الطبيعة عندي اهو في عندي جزء من العقد جهة اليمين وجزء من العقد جهة الشمال التقابل العقدين مع بعض اللي هو الجزء ده بسميه سامبوسكا طب تعالى نشوفها على الطبيعة كده اهو زي ما انا عملت عقد جهة اليمين عقد نص دورانه بالحجارة وعقد جهة الشمال تمام الجزء اللي هو معمول فوق الحلية ده الجزء اللي هو شبه المسلس ده بسميه بسميه سامبوسكا طيب يبقى لما نجي نعرفها نقول ايه هو هي الجزء شبه المسلسي هي الجزء شبه الايه المسلسي المحصور بين عقدين متجاورين يبقى اي شكل اي عقود عندي متلسقة بجوار بعضها البعض مش شرط ان هو يكون نص دوران لأ ممكن يكون زي ما احنا قلنا دائري او مخموس او موتور او مرجوني اي شكل من العقود متلسقة مع بعضيها عملت الشكل ده بالدوران ده تمام الدوران ده جاي ناحية اليمين والدوران ده جاي جهة الشمال الجزء اللي هو جزء التقابل مع بعض ده تمام هسميه ايه لو الشكل شبه المسلسي ده بسميه ايه بسميه سامبوسكا عالا نكمل مع بعض ونشوف المصطلح الجديد رقم عشرة نقطة الاتصال نقطة الايه نقطة الاتصال تعالى مع بعض كده برضو نوضحها كروكي النقطة اللي هيبدأ من عندها الدوران عند اول صنجة اللي احنا سمينا ايه عايز حد يفكرني كده اه خسر الايه خسر العقد اول جه اول مقطة بيبدأ عندها الدوران اول مقطة بيبدأ عندها الدوران بسميها نقطة نقطة الاتصال نقطة الايه اللي هيبدأ عندها اتصال الدوران ببعضه تمام طيب المسافة اللي محصورة ما بين نقطتين الاتصال ديت عشان نبقى عارفينها بسميها المسافة دي بسميها الوطر بسميها يا شباب بسميها الوطر يبقى المسافة المحصورة بين نقطة الاتصال دي عشان هنحتاجها فيما بعد بس ايه عشان نبقى عارفينها يبقى النقطة اللي هيبدأ عندها بداية الدوران عند اول حجرة او اول قليبتوب هسميها ايه نقطة الاتصال تعال نشوفها مع بعض على الطبيعة تمام وعلى رسمة عندي على السلايدس اه يبقى النقطة اللي هيبدأ عندها الدوران تمام عندي الكتفة او عندي العمودة هو في النص اه تمام عندي بداية الدوران يبقى النقطة دي اسمها ايه نقطة نقطة الاتصال طيب نقطة الاتصال عبارة عن ايه تعال نشوفها على الطبيعة وانت ماشي وشايفها في الشارع هنشوفها هو الكتف الكتف عنده هو معمول من الطوب وخلصت الكتف سواء الكتف اليبين الكتف الشمال هتيجي تبص جدوات بداية نقطة الدوران النقطة اللي هيبدأ عندها دوران العاد هسميها ايه نقطة الاتصال اللي بيبدأ عندها اول حجرة تمام او اول قلب طوب او اول صنجة اللي ايه بسميها خسر العاد اللي بتحمل عليها وبتشيل الحمل اللي اللي واقع على العاد بتاعه يبقى هم النقطتان اللتان عندهما يبدأ استدارة العاد هم النقطتين النقطة اللي على يمين والنقطة اللي على الشمال اللي يبدأ عندهم ايه استدارة اللي هو دوران العاد رقم 11 السهم ما هو السهم؟ تعال نبص على الرسمة بتاعتي مش احنا قلنا واتفقنا مع بعض وقلنا فيه عندي هنا نقطة جهة اليمين ونقطة جهة الشمال ايوا يا بشمهندسين النقطة دي سميته نقطة الاتصال ايوا طيب وصلتها بخط وهم خفيف كده تمام؟ وقلت على الخط ده المسافة المحصورة بين نقطتين الاتصال ديت بسميها ايه؟ بسميها الوطر بسميها ايه؟ بسميها الوطر طيب لما اجي وبص جهدات يا بشمهندس المسافة الرأسية الوطر ده المسافة ايه؟ مسافة افقية اما المسافة الرأسية المحصورة اعلى اعلى جزء في الدوران في الليه؟ الدوران اللي هو الايه؟ الداخلي مش الخارجي اعلى مسافة في الدوران الداخلي اللي احنا بنسميه ايوا التنفيخ اعلى نقطة فيه اعلى نقطة في التنفيخ المسافة الرأسية المحصورة بين التنفيخ اعلى نقطة في التنفيخ وبين نقطتين الاتصال اللي هو مركز مركز العاد او الوطر بتاعي اللي انا وصلته الخط الوهم اللي انا وصلته ده سمته الوطر يبقى المسافة دي بسميها السهم يبقى المسافة الرأسية دي بسميها اللي ايه بسميها السهم يبقى لما يجي يقول لي دعالة مع بعض كده هو تقول بسلا ايه دي نقطة الاتصال ايه وايه دي الوطر الوطر بتاعي وهنا المركز تمام اقول له المسافة الرأسية اعلى نقطة في التنفيخ اعلى نقطة في التنفيخ والمسافة اللي هي محصورة بين المركز او الوطر الوطر العقدي المسافة دي هسميها ايه السهم عشان الكلمة السهم دي مهمة جدا لان انا ممكن ارسم عقد معايا بمعلومية السهم السهم اللي هي بمعلومية الارتفاع طب ممكن يكون زي ما قلنا عندي ايه عندي عقد مخموس مرتفع او متساوي او منخفض بعرفهم ازاي بميزهم ازاي عن طريق السهم السهم ده هنقولها في الاخر بس هنقولها سريعا كده هو تيباش مهندسين وهنقول ايه لو انا عندي نص عرض الفتحة نص عرض اللي هو نص السهم بتاعي بيساوي الارتفاع نص السهم لو نص الفتحة او نص عرض الفتحة بيساوي الارتفاع يبقى انا في الحالة دي بسميه عقد ايه عقد متساوي لان المسافة اللي في النص دي ماشي قد الارتفاع يبقى ده في الحالة دي بسميه ايه عقد متساوي طب لو انا عندي الفتحة دي ارتفاعها اكبر من نص العرض اكبر من نص الايه اكبر من نص العرض يبقى انا بسميه مرتفع طب لو المسافة دي اقل من نص السهم او من اقل من عرض الفتحة او من نص الفتحة اسميه منخفض وهنشرحها وهنوضح يبقى السهم معايا تعالى نركز مع بعدي كده ونرجع لنقطتنا اللي هي رقم 11 لما يقول لي عرف السهم هنقول له ايه اهو تعالى مع بعدي ونقول لي على السليدس اهو السهم المسافة الرأسية المحصورة بين ايه اعلى نقطة في التنفيخ اعلى نقطة في التنفيخ وبين الخط الوهمي اللي احنا بنسميه السهم الخط الوهمي المتصل بين نقطتين الاتصال بسميهم المسافة الرأسية دي بسميها السهم يبقى هو ارتفاع العقد هو السهم على كلمتين هو ارتفاع العقد او عايز تطولها وتوضحها اكتر هنقول ايه المسافة المحصورة او المسافة الرأي الرأسية المحصورة بين اعلى نقطة التنفيق والخط الواصل بين نقطتي الاتصال او نقطتي بدء الايه الاستدارة لنقطة الخط الواصل بين نقطتي الاستدارة اللي ايه نقطة الايه الاتصال رقم اتناشر هنسميها الوطر طبعا احنا شرحنا الوطر عايز حد كده يفكرني يا باش مهندسين او يرسم لي الرسمة وهنقول ايه عايزك تعرف للوطر ما هو الوطر عند المسافة ما بين عند عمود وعند عمود المسافة ما بينهم اتنين متر وانا روح تعملت ايه فوق الاتنين متر دولة تعملت عليهم ايه دوران او ارج او منحنة تمام بنص دائري تمام طيب المسافة اللي هي من الاتنين متر للاتنين متر دي بنسمها مسافة ايه هل هي مسافة افقية ولا مسافة رأسية لا مسافة افقية يبقى الوطر هو ايه هو المسافة الافقية الوطر هو المسافة الايه طب السهم هو المسافة الرأسية السهم هو المسافة الايه الرأسية اما الوطر بنسميه المسافة الايه المسافة الافقية المحصورة ما بين ايه و ايه نقطتين ايه الاتصال تعالوا نشوفها على الورقة مع بعضي كده ونقول الكلمتين يبقى نقطة الاتصال المسافة المحصورة بين نقطة اللي ايه نقطة اليمين والنقطة الشمال المسافة المحصورة ما بينهم بسميها ايه بسميها الوطن بس مسافة ايه المسافة الافقية المحصورة بين نقطتين الاتصال اما لما يكون عندي المسافة الرأسية المحصورة بين نقطتين الاتصال واعلى جزء في الدوران الداخلي اللي هو التنفيق بسميها الايه السهم عشان محدش يشتلقبت ويدخل الايه ويدخل المصطلحات في قلب بعضها اللي هي باش مهندس عند السهم اللي هو السهم اللي هو الرأسي المسافة المحصورة بين نقطة الاتصال والتنفيخ اللي هو الدوران الداخلي لما اروح من اي من الخط ده وخليه افقي كده يبقى المسافة المحصورة بين نقطة الاتصال المسافة الافقية يبقى دي بسمها الوطر تعال نشوفها على السلايد سمع بعض عندي نقطة الاتصال اهو الخط الوهمي اللي انا وصلته من نقطة الاتصال اللي معمولة من الجهة بالطوب وعندي نقطة الاتصال اللي هي بداية الدوران اللي هي معمولة من الحجر المسافة المحصورة ما بينهم اللي هي مسافة ايه مسافة افقية بسميها ايه بشمهندسين بسميها الوطر يبقى المسافة من نقطة الاتصال على الطبيعة كل الكلام ده حب اورهولك عليه عشان تبقى انت عارف الواقع اللي انت متعيش فيه ويبقى كل حاجة انت اكنك شفتها على الطبيعة المسافة اللي بيبدأ عندها بداية الدوران من جهة اليمين وبداية الدوران من جهة اليسار يبقى المسافة المحصورة ما بينهم المسافة الافقية دي بسميها الايه الوطر يبقى لما نيجي نعرف الوطر لان سؤال مهم هو بيجي في الامتحانات ويجب لي خمس مصالحات او ست مصالحات ويقول لي عرف كلا مما يأتي الواق من ضمن المصالحات مثلا جاب لي الوطر هنقول له ايه هو فتحة العقد او اتساع النافذة او الباب اتساع النافذة اللي هو الشباك او الايه الباب وهو عبارة عن المسافة الافقية بين نقطتين الايه الاتصال رقم تلاتاشر الشامبران في عندي زي ما قلنا السامبوسكا ومصالحات جديدة تمام وقلنا التنفيخ وقلنا التتويج حاجات جديدة علينا تمام المصالحات دي هي من السهل ان هي تثبت في دماغنا لان من من الاستغراب بتاع المسمى لا يا باش مهندس الشامبران دوت اللي هو الشامبر او الحلية تمام اللي هي هتتعمل فوق الداورات الشامبران اللي هو الشامبر او الحلية اللي هتمشي فوق الدوران يا باش مهندس وممكن يكون الحلية دي معمولة عبارة عن الجنزير الجزء اللي فوق الجنزير ده باشماندس عملت نص حجراية أو نص طوبة ورسمت عليه وحدة زغرفية شكل نباتي أو كتبت عليه آية قرآنية أو كتبت عليه حديث استغلته أو عملت شكل من الأشكال زي ما احنا نشوف كدوات بسميه الشمبران اللي هو الدوران اللي هيديني منظر جمالي للعقد بدل ما العقد سادة تمام وممسوح كده هو تقول له مع بعضه لا يا باشماندس ميزت حاجات واستغلت الجزء ده وداني شكل ايه شكل جمال يبقى الشمبران تعالى نشوفه مع بعض كده على اللي سليسة هو تعالى مع بعض لما اجي مع المفتاح ده واروح ممشي دوران دوران خارجي تالتة هو خفيف صغنا من كده تمام ماشي مع مع مفتاح العقد واروح جاي كده الجهة الاخرى هي نفس الكلام برضو هاروح موصلة هنا تمام الشكل ده ممكن يكون معمول بشكل نباتي تمام بالمنظر ده كده اعمل حليات او شغل نباتي تمام او رسم عليه يبقى انا بدل ما هو جاي سادك ودقات لا يا باش موانز الجزء ده بسميل ايه الشمبران يبقى الشمبران هو الحلية التي تعلو تعلمين الخط الخارجي او الدوران الخارجي المين للعقد تمام وممكن استغلها واكتب عليها ايا قرآنية او اي مقولة تمام استغل الكلام ده ويديني شكل جمالي تعال نشوفها على الطبيعة تمام الشمبران الخط الخارجي او الدوران او الحلية التي تعلو الايه العقد تعال نشوفها على الواقع تمام زي ما انا شايف زي ما انا شايف اهو فوق الدوران بتاع العقد اهو تمام عملت حلية من شكل الايه الشكل النباتي او شكل جمالي حسب حسب الشكل اللي انا والرسومات اللي انا عاملها ما ينفعش ان انا اروح عامل شكل النباتي مثلا هنا وروح كاتب لا يبقى فيه ربط ما بين الاشكال والايه والوحدات الزغرفية يبقى الشمبران تمام واخر حاجة في الحلقة بتاعتنا ونختم بيها يبقى الشمبران هو الحلية المستمرة مع صنق العقد والتي تعطيه ايه رونقا شكلا ايه جمالي كده يبقى احنا وصلنا لنهاية ايه حلقتنا واتكلمنا فيها عن تعريف العقد والغرض منه وتريق التركيب العقد وجزء كبير من المصالحات المستخدمة في الايه في العقد وبنذكر ايه كل من قام على هذا العمل والمخرج مخرجنا الجميل والاسادزة الافاضل اللي تعبوا معانا تمام عشان يخرجوا البرنامج بتاعنا والحلقة بتاعتنا بالمنظر الجميل ده والشباب بتاعنا يكون استفاد ونلتقي ان شاء الله على خير والى اللقاء ان اخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة